السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس العالمي اونلاين. ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من حل نمازي كتاب المعاصر المراجعة الهائية للصف الثاني السانوي اللي هو من بنك الاسئلة. هناخد النهاردة امتحان محافظة الاليوبية. وزي ما احنا متعودين بنقرأ الاسئلة نقول معاني كلمات وكمان بنستشهد بسكرينات خاصة بالجرامر ونعلق على كل التركات اللي ممكن تعابلنا يبا انت بتراجع وبتحل في نفس الوقت. وقبل ما نبدأ بناء على طلاباتكم عملنا مذكرات مراجعة نهائية زي الترميل الاولاني. الناس كلها شقرت فيها ترميل الاولاني. المرادة عملنا لكم مذكرات احلى بكتير من ترميل اول. طبعا فيها اسئلة متوقعة كلمات. واسئلة متوقعة على الجرامر. كمان اسئلة لونجمان اللي هي المؤسسة المسؤولة عن تألف الكتاب بتاعها تانية سنوي. كمان اسئلة كمان لونجمان بالاجابات. وكمان منصة الوزارة جاوبنا لكم عليها كمان. كل ده بسعر رمزي جدا. لو محتاجها عشان تتابع معنا في المراجعة الهائية اللي نبدأها على طول ان شاء الله. تواصل مع الاسيستنت على جروب الواتس اب او على رقم الواتس اب. عشان يعرفك التفاصيل والروابط موجودة في الوصف اسفل الفيديو. نبدأ معاول حاجة نومر ون. وبقول هو افضل لاعب في الفريق بتاعنا. وما فيش شابه ليه طبعا في قرط القدم خالص يبقى هنا ايه? تماما يبقى هنا طبعا معناها عدو صديق كليج لو زميل الدراسة. نومر تو. هي اكيد مريضة. انا عايزك تركز قوي قوي في الحتة بتاعت ايه? ده يعتبر بالنسبة لنا ايه? ده يعتبر استنتاج. بس هو استنتاج وفي نفس الوقت بنتكلم على السؤال المزايد. لسه هتبقى بالاسكرينة بتاعتنا ونرجع للجزء اللي كلمنا عليه في يونت اليفن. تعريبا كان في كتاب المعاصر صفحة ميتين اربعة وعشرين. النقطة اللي تهميني طبعا انت ممكن توقع في الفيديو وتراجع للسكرينة كلها بالكامل. انا هركز بس عن نقطة اللي تهميني اللي هي ايه? طبعا دي كانت ملاحظات خاصة بسؤال المزايد. نقطة اللي تهميني رقم ستة تقريبا ايوا. بنستخدم في السؤال المزايد في كل الحالات بتاع استخدامها سوى كانت ضرورة او استنتاج. هنعرفين ان مصت ممكن استخدامها بجيبها منفية في السؤال المزايل والعكس. لو كانت منفية بجيبها مثبتها. سواء كانت بتعبر عن ضرورة او الاستنتاج. ما ينفعش اقول لانا بتكلم على استنتاج في الماضي فاجيب لانا بتجيب لانا غلط. بجيب نرجع للسؤال بتاعنا. هنا بيقول لي تمام? ازا هنا هتبقى ايه? هتبقى يبقى تمام? لان السؤال المزايل بتكون من فاعل مساعد وضمير فاعل. بعد المباراة خلي بالك كلمة ديت يعني صفة قوية من كلمة متعب. يا طرى بقى الظرف المناسب اللي بييجي قبلها لما نرجع بقى لسكرينة بتاعتنا وخدناها في صفحة امين واربعين لما كنا بنتكلم على استخدام ظروف الدرجة قبل الصفات. قلنا الاول لازم انت باخد بالك ان فيه الصفات اسمها الصفات عادية. تمام? اللي باك من قطة ديت. في عندي صفات اسمها صفات قوية. وفيه كمان صفات مطلقة. تمام? الصفات العادية زي كلمة hot tired. طبعا كلمة hot اللي هي ساخن. طيار دي متعب. cold بارد. angry غبان. old. كبيف السن. dirty متاسخ. دي كلها صفات عادية. ممكن اجيب قبلها ظروف درجة زي كلمة little a bit rather quiet very really extremely. تمام? انما الصفات القوية اللي زي كلمة gigantic. ضخم. فيوريا الصاخت. ancient تعطيك او قديم. brilliant. رائع. hilarious. مضحق جدا. دي كلها صفات قوية. ممكن اجيب قبلها صفات او ظروف الدرجة زي absolutely. كلمة utterly entirely completely totally awfully really. وكمان ممكن تبقى terrible وحاجات كتيرة جدا. تمام? ازا الصفة بتاعتنا اللي هي exhausted. طبعا دي صفة قوية. هي الصفة القوية من ايه? من كلمة tired. tired دي صفة عادية. الصفة القوية منها كلمة exhausted. لما نرجع لسؤالنا. هنا بيقول يترقل terribly very entire enough. طبعا very بتيجعب للصفات العادية. ودي مش صفة عادية. entire اسمها entirely. مش موجودة طبعا. ونفس كلام. بقيت لها تبقى liter ايه? المام. number four. horror films. اللي افلام الرعب. always make people terrified. دايما افلام الرعب ديت بتخلي الناس ايه? مرعوبة. طبعا ديت مش موجودة في الجرامر بتاع الملحك بتاع. نلاك هي موجودة كحطة صغيرة كده في الجراماتيك الهندس في الوحدة الاتناشر صفحة مدين وتسعين من كتاب المعاصر. في اخر الوحدة الاتناشر بتاع language hints. النقطة التانية جايب لي هنا make object. ممكن يجي بعدها مصدر او adjective صفة. مثلا. make لو جاي وراها مفعول وباقي مصدر مع انها يجعل او يجبر. لما اقول my father made me water the trees in the garden. بابا خلاني جعلني اقوم برين الاشجار اللي في الحديقة. ممكن ميك يجي بعدها ما فقول واجيب صفة. اقول لك good news makes us happy. الخبرة جيدة بتجعلنا نشعر بالسعادة. نرجع للسؤال بتاعنا. هنا بيقول لي horror films always make people. يبقى بيجي بعدها ياما مصدر. ياما صفة. طبع ما فيش هنا صفات في الاختيارات. يتبقى ايه? في الفعل المصدر. نمر فايف. الرحلات بتاعت لوكسور. يتبقى دايما رحلات عظيمة. وكمان رحلات بتاعت اسوال. انا عايز اقول له ايضا. هتقول لي also مش ينفع له الصهنة. انا ما اقول لي ايه? لان الصهنة ينفع يجي بعدها verb to be. تمام? and so what katholic are the journeys to us one. number six this street is wider than ours. الشارع ده يعني اقصر اتساعا من الشارع بتاعنا هنا. خلي بالك لما خدت في صفات المقارنة عبارات المقارنة يعني خدنا بعد كده في حاجة اسمها ملاحظات على عبارات المقارنة. لما نرجع للسكرين بتاعتنا واخدنا في لما كنا نتكلم على ملاحظات خاصة بعبارات المقارنة. قلنا ممكن اجيب slightly او far وبعدهم صفات مقارنة than. ما اجيبش صفة عادية. ممكن اجيب a little او a bit بدل كلمة slightly قبل صفات المقارنة. كمان ما بجيبش very قبل صفات المقارنة لكن ممكن اجيب much او a lot او even. هنا بجيبها بدل ايه? بدل far عشان عبر عن وجود اختلاف كبير. يعني مثلا my father is a lot older than my uncle. تمام? اقول much older than. لا تستخدم a lot او a bit او no او any قبل صفات المقارنة التي تتبعها اس. مثلا this is a far larger flat than your flat. ما ينفعش اقول a lot larger than. في اكتر من الطريقة عشان عبر عن التساوي او التشاوى بين الطرفين. زي as الصفة as the same ism زي او الصفة. ممكن اقول have the same واجب النون. are of the same واجب الاسم. نرجع للسؤال بتاعنا. هنا بيقول ايه the street is wider than ours. طبعا exactly how is the same. almost او الصفة as. more مش يتين فاتيجي هنا قبل واجدر هجيب ايه? هجيب كلمة طبعا much. هنا letter a تمام? نمبر seven scarcely had i reached the station not the train moved. فاكرين القاعدة بتاعت الماضي التان. اخدناها تقريبا في unit ten. لما كنا بنتكلم على scarcely و no sooner. قلنا لو جبناهم في الاول بنامنا حاجة اسمها inversion. يعني بنعكس الفاعل المساعد والفاعل. كان اصلها ايه? i had scarcely هتبقى scarcely had i. طب scarcely بيجي معها. بيجي معها when. تمام? لكن no sooner بيجي معها than. يبقى لم اكت اصل المحطة حتى يبقى the train moved القطار تحرك. نمبر eight. add five star hotels. فندق خمس نجوم. the accent is on luxury. التعبير ده خلي بالك منه عشان يسألنا عليه. the synonym of accent here is. مراضف كلمة here هتبقى ايه? طبعا هنا مراضف مراضف كلمة accent هنا هتبقى ايه? طبعا accent هنا مقصود بها. طبعا مقصود بها الاهمية يبقى هنا ايه? يبقى هنا importance تمام? يبقى هنا letter be تمام? number nine. my father not a mercedes but now he has a Honda. بابا كان عنده اربية مرسيدس لكن الوقت عنده هوندا. هو بيكلم هنا ايه? على شيء كان معتاد في الماضي. بقى هنا use to have. لان use to have شيء كان معتاد عليه لكنه لا يحدث الان. ما فعش طبعا اقول ايه? has a would have لان would ما تجيش مع فعل الملكية have. تمام? use to have مش هتنفع لان هنا لو اصلا قال لي use to having كمان في دي غلط. number ten. this documentary film is considered a not to the age. الفيلم الوصائق كده. is considered اعتبر not to the age. طبعا ايه? اعتبر ايه? اعتبر شاهد على الايه? اعتبر شاهد على العصر. هي على العصر اللي احنا فيه ده. letter a creation يعني خلق او يبدع permission لاذن او تصريح. sculpture تمثال منحوت witness شاهد تبقى letter d. number eleven. we have an amazing note on the nail from our balcony. احنا من البلاكونة بتاعتنا عندنا ايه? على نهر النيل? طبعا اكيد منظر جميل. يبقى ايه? يبقى scenery. يبقى letter b. وما الكلمة scene معنى ايه? scene ده هو المشهد في المصرحيزة بتاعة كنجلير مسلا. view يعني منظر او رؤية. portrait صورة مرسومة لشخص مسلا او واجهة لشخص. number twelve. swimmers can't swim against strong. السباحين ما قدرش يصبحهم ضد ايه? قوي. كلمة currents مقصود بها طيار المياه مثلا. currents اللي هو نبات الكشمش عامل زي ايه? الزبيب كده. فعنب صغير. drafts اللي هي طيارات الهواء الصغيرة مثلا. drafts اللي هو الجفاف. طبعا هتبقى letter a. تمام. صعب ان السباح يصبح ضد الطيار. number thirteen. he kept a in which he wrote down what happened to him each day. وبيحتفظ بايه? اللي فيها بيكتب وبيسجل اللي بيحصل كل يوم. طبعا هتبقى ايه? هتبقى diary لمذكرة يومية او مفكرة. لكن منتجة البان. number fourteen. she decided to call a taxi. هي قررت ايه? يعني تنادي على تاكسي. as it not late. لان هنا ايه? طبعا as it good late ولا was getting late. لأ هتبقى was getting late. was getting late يعني الجو بدأ يتأخر. لكن هو تأخر يعني من اللي يتأخر التاكسي? لأ هنا مقصود بها. it was getting late ان الجو نفسه بدأ يتأخر. number fifteen. in a years time يعني في فترة عام يعني? خلال فترة عام? زي نقط المبنى الضخم والهائل ده. هيكون انتهى منه. خلي بالك. عندنا اخدنا زمن المستقبل التام لما كنا بكلم عليه في وان المستقبل التام لو انتم فاكرين بيكون من وتصريف التالب. وفي بعض الملاحظات على المستقبل التام قلنا ممكن استخدم مع المستقبل التام وازمة المستقبل الاخرى تعابرة الزمنية المستقبلية. تبدأ بحرف جر وظروف اخرى زي اي. مولك this time tomorrow, this time next Monday, this time next week. in a year's time, in four months time, in five weeks time, in an hour's time, in ten minutes time. مثلا. this time next Friday I will have moved into my new flat. زي دلوقتي الجمعة القادمة هكون قد انتقلت بالفعل الشقة جديدة بتاعتي. لكن لو قلت this time next Friday I will be moving into my new flat. هكون م اي مستمر في نقل الاشياء بتاعت الاشياء الجديدة. ممكن توقع في الفيديو على السكريين اللي قدامك وتراجع ايه النقاط كلها. نرجع لسؤالنا. هنا بيقول لي في خلال عام يبقى ايه? طب خلي بقى لك. هم اللي هيقوم بالانتهاء. ازا هتبقى they will have finished. تمام? سيكونوا قد انتههم بالايه? المشروع الضحم ده. نقوم بحكال لكم رينشن قطعة الفهم. طبعا قلنا اسهل طريقة وافضل طريقة عشان نحل بها سؤال قطعة الفهم. بنركز على حاجة اسمها سكيم اند سكان. قلنا سكيم نقرأ القطعة بالكامل عشان نفهم المعنى العام. سكان نبدأ نقرأ القطعة كمان مرة بس طبعا بعد ما نقرأ الاسئلة عشان نوصل لنقاط معينة ومحددة في القطعة. ممكن نستخدم نظام التخمين. تخمين بعض المعاني وهكذا. قولنا طبعا ان المدارس ليست فقط اماكن لتعليم مواد مختلفة لكن ايضا الاكتساب good manners يعني زي بقولهم ايه اخلاقيات جيدة and correct behaviors وصلقيات جيدة. in my view من وجهة نظري. a modern school should consist of. انا في وجهة نظري. المدارس الحديثة يجب ان تشمل او تتكون من. healthy and well ventilated rooms. يعني غرف جيدة التهوية وكمان صحية. in the classroom the number of learners should not exceed 30 pupils. في الفصل عدد الطلاب لاجب انه يتخطى 30 طالب. this gives teachers better chances to have direct relationships. كما عندما يدي المدارسين فرص اكتر انهم يبعندهم علاقات مباشرة. with their students مع الطلاب اللي الطلاب اللي عندهم بتوحهم يعني. teachers should be aware of their students problems. يجب المدارس انه يكونوا على واعي وعلى دراية بمشاكل الطلاب بتوهم. and try to solve them ويحاول يحلهم. they should act not only as teachers. لاجب ان هم يصرفهم كمدارسين فقط. but as friends and guides as well. لكن كاصدقاء وطبعا مرشدين ايضا. a modern school should have a big library full of up-to-date books. اللي هنا المدارس. الحديثة يجب ان هي طبعا يبقى فيها مكتبة كبيرة مليئة بالكتب الايه. يعني احدث كتب. dictionaries. قوميس. مجازين. زي مجلات. and newspapers. كمان جرائن. certain hours should be devoted to free reading. ساعات معينة يجب ان يتم تكرسة عشان ايه للقراءة الحرة. students should be encouraged to read about different subjects. طلاب يجب ان يتم تشجحهم عشان يكروم عن يعني موضوعات مختلفة. and discuss them with their classmates and teachers. وكمان ينقشوهم مع المدرسين بتوحهم او الزملاء في الفصل. in a modern school في المدرسة الحديثة. there should be a special playground. يجب ان يكون في ملعب فسيح واسع. and gymnasium for practicing sports. وصالة رياضية عشان يمارسوا فالرياض. games and sports should be well cared for. يجب كمان الالعاب والالعاب الرياضية يعني ان يتم الاعتناء بها جيدا. all of us know that a sound mind is in a sound body. كلنا عارفين ان العقل السليم في الجسم السليم. moreover sports teach students the merits of cooperation. بالعلوة على ذلك يعني الرياضة. تعلم الطلاب مميزات التعاون. self confidence. الثقة بالنفس. unselfishness. عدم الانانية. and love والحب. on the other hand. عن الجانب الاخر. modern schools. المدارث الحديثة. should be equipped with computers. يجب ان يتم متجهزها. ويقفها computer يعني. to keep pace with modern technology. عشان يواجبهم التكنولوجيا الحديثة. all pupils should master the skill of using computers. كل الطلاب يجب ان هما يتكنهم المهارة بتاعت استخدام الكمبيوتر. a modern school should have all possible facilities. مدرسة الحديثة يجب ان يكون فيها كل المرافق المتاح. which make the school day useful. خلي اليوم المدرسي مفيد. and enjoyable وممتع. all or at all times في كل الاوان. social activities such as contests. الانشاطة الاجتماعية زي المسابقات. المنافسات والمسابقات. المحاضرات. visits. الزيارات. and historic places. الاماكن تاريخية. اللي هي الرحلات. وهكذا. should be available through the school year. يجب ان تكون طبعا متاحة خلال العام الدراسي. teachers should consider the mentality of their pupils. طبعا المهمة المعلمين يجب ان هما ياخذوا في الاعتبار mentality of their pupils. العقلانية بتاعت طلابهم. and develop it. وطبعا ايه. يحاولوا ينموها. the materials taught to them should cope with their ages and minds. المواد اللي يتم تعلمها ليهم. يجب ان طبعا ايه. يعني تناسب وتواكب العمر بتاعهم. وكمان اللي ايه. العقلية بتاعتهم. corporal punishment. اللي هو العقاب البدني. should not be used in modern schools as it damages the personality of the young students. العقاب البدني. اللي يجب انه يجب انها تغلق ابوبها في الصيف. students should practice their favorite hobbies in acquired atmosphere away from books and examinations. طلاب يجب انهم يتدربهم ويمارسوا وياتهم مغضلة. في جو بعيد. وجوها هادئ بعيدا عن الكتب والاختبارات. شوف الاسئلة بتاعتنا number one. what should we acquire from schools apart from learning subjects. ايه اللي احنا بلاكتسبوا. من المدرسة بعيدا عن تعلم اللي ايه. المواد. طبعا هنا اكيد good manners and correct behaviors. الاخلاق الحميدة زي ما بقولهم. وكمان السلوكات اللي ايه الصحيحة. number two. what kind of rooms should a modern school consist of. او consist of. ايه نوع الغرف اللي يجب المدرسة الحديثة. مدرسة الحديثة نتكون منها. طبعا اكيد large. لا هي هنا فيه بقى healthy and well ventilated rooms. يعني غرف صحية. وطبعا جيد التهوية. number three. how many learners should the classroom have? عدد المتعلمين اللي يجب يكون فيهم الفصل. ايه? enough to the space not exceed لتجاوز تلاتين. اعتقد اللي قالها في القطع بتاعت. تمام? بل طربي. تمام. يعني يكون يبقى تلاتين او اقل. number four. what kind of library should a modern school have? نوع بقى المكتبة اللي يجب ان يكون فيها المدرسة الحديثة. يعني المكتبة بتاع المدرسة الحديثة تبقى ايه? طبعا اكيد مكتبة كبيرة وفيها طبعا ايه? يبقى ايه? يكون فيها مراجح حديثة. number five. how should the materials taught to the students be? المواد بقى اللي هي تتم تدرسها للطلاب. يجب انها تكون ايه? طبعا يجب انها كوب with the students ages and minds. يعني التواكب تتماشى مع عمار الطلاب وكمان العقلية بتاعتهم. number six. what does the underlying word species mean? كلمة species معناه ايه? طبعا قلنا large with planet of space. يعني واسر وفيه مساحة كبيرة. الملعب واسع بتاع المدرسة مثلا. number seven. what is the corporal punishment? ايه بقى والعقاب البدني? من اسمه يبقى ايه? ايه بقى bodyly. تمام. طبعا مجزي منت العقلي سيكولوجيكا لنفس ما ينفوش. number eight. how can we encourage sports at school? ازاي نشجع الالعاب الرياضية في المدرسة. there should be. يجب ان يكون في ايه? طبعا. ملاعب طبعا. يلعبوا عليها. تمام. ناخد بعكات translation. وزي مقلت لك بكده في اول فيديو بتاع محافظة الكهرة. كلمنا عن الترجمة الاختياري. باكتر من طريقة في تلات اربعة دقيقة. هتلون في اخر الفيديو بتاع ايه لمحافظة الكهرة. والربط موجود في الوصفة اصفة الفيديو. او مطلعي على ايه? له القائمة بتاع التشغيل. نشوف اول الترجمة عندنا. ناخد اول قملة. الارهابيون يفسدون الاقتصاد المصري ويدمرون صناعة السياحة. هم ليسوا مخلصين لبلادهم. كما يجب ان يعلموا ان قتل الابريا مرفوض من جميع الاديان. اعتقد الجملة دي صح. طبعا نشوف بي ويدي سي ودي غلط ليه? اول واحدة هنا ولا كيه? الارهابيون يعززون الاقتصاد المصري ازا ده بيدمروه? يبقى ان ديت غلط. تمام. لتر سي. الارهابيون يفسدون الاقتصاد المصري ويساندون السياحة. ده برضو بيفسدوا السياحة. يبقى ديت برضو غلط. الارهابيون يفسدون اقتصاد المصري وصناعة السياحة. فهم ليسوا مخلصين لبلادهم. ويجب ان يعلموا ان عدم قتل الابرياء مرفوض. عدم قتل الابيازين. انتم تشجحهم على كده. طبعا ينفحش بين عدم قتل دي غلط. ازا فعلا زي ما قلنا هي الاجابة الصحيحة. ناخد عكاية ترجمة التانية. المعلم هو الذي يشكل مستقبل الجميع من خلال التوفير افضل تعليم لطلابه. لذلك يجب تدريبه بشكل مستمر على احدث الطرق التربوية التي تؤهله القيام بدوره. نشوف او الجملة. اعتقد دي صح من فاشحة اللي جبها دي. طب نشوف اللتر بي و سي و دي غلط ليه? اتيتر شابز the future of everyone by helping the best education. لأ ايا مش helping. مفروض providing. يعني بيزودنا بافضل طول تعليم. نتر سي. اتيتر شابز the future of everyone by neglecting. لأ ازاي نجلكتن جبا? ده احنا بنقول ايه? نقولش بنقول هنا يزود مش يهمل. لتر دي. اتيتر شابز the future of everyone by providing the best education for his students. الجملة كده لحد هنا مش صحة هتلاقي في الاخر كده ولك ايه? disqualify. مفروض هنا qualify مش disqualify. فدي ايه برضو غلط. يعني يعني يؤهل. وكمان to him to play is rule. ايه? مفروض يبقى his rule مش is rule. ودي برضو غلط. تمام? ازا فعلا زي ما قلنا هتبقى الليتر ايه هي الايه? الاجابة الصحيحة. ناخد مع كده? سلة المصرحة بتاعتنا كينج لير. number one. the french are not here to help لير. I think we have been too cruel to the king. what does this tell us about البني? هنا بقول طبعا الفرنسين مش هنا عشان يساعدوا لير. اعتقد ان احنا كنا قصين جدا على الملك. يا طرى بقى. what does this tell us about البني? اللي قالي كلام ده البني. الواجوز مين? الوزوج آآ جونرل. خلي باك عشان ما تلاحباتش البني. زوج جونرل اللي هي كبيرة. هو مقال الكلام ده اقدر عرف ايمن شخصيته. ممكن نقول we learn that he is a good man. احنا عرفنا من كلام ده ان هو رجل طيب. and wants to help لير. عايز ساعد كينج لير. he is starting to see that. وبدأ يشوف ايه? his wife is not a good person. بدأ يتظهر زوجته على حققته ان هي طبعا انسان مش كويس. number two. wherever he goes people feel sorry for him. and angry with us. يعني اينما ذهب الناس بتشعر بالحزن عليه وبيغضوه مننا. why do people feel sorry for him? ليه بقى الناس بتشعر يعني بالحزن عليه. وطبعا هنا كان بيكايم على goal is sorry. لما كان كفيف يعني. ممكن نقول هنا ايه? ممكن نقول because he is blind and they are responsible for it. لانه كان كفيف وهم مسؤولين على الكلام ده. number three. i trust you. انا بسق فيك. edmund and you will find me to be a better father than he is. انا بسق فيك. ويتجدني اب افضل منه. who is the speaker من اللي قال الكلام ده. why do they say this ولهه قال الكلام ده. ممكن نقول cornwall says this to edmund. وطبعا اللي قال الكلام ده كورنوال اللي هو زوج مين? زوج ريجان اللي هو الشرير. قال الكلام ده ليدموند because he thinks his father is a traitor. لانه كان بيعتقد ان والد ايدموند خائن. of course he is wrong to trust ايدموند. وطبعا يعني بالطبع اكيد طبعا هو مخطئ ان هو وثق في مين? في ايدموند. بعد كده المقال رأي تنسيه في about 180 words. اكتب مقال بيعتمين كلمة ليه? living in a foreign country has many cons and pros. يعني الحياة في البلد اجنبي لها مميزات وعيوب. وزي بانك تبقى افكار لعلاقة بالموضوع راتب افكارك مقدمة وموضوع وخاتمة. سيما سابب من الكلمات او الحفرة من جملة كابت اللي خرجونها في فلسطوب. ما تغلطش في زمنجو جرامر. وضع خطك وما شطبش عشان ده كله عليه درجات. ان شاء الله هجمع لكم المقالات كلها في ملف واحد. وانشورها بازن الله على طول اول مخالص المتحدد بازن الله. احنا كده وصلنا الاخر حلائة النهاردة اللي عجبك الفيديو ما تنسيش اعمل لايك الفيديو وتشارك في قناة وتفعل الجراز عشان توصلك الفيديوات القادمة ان شاء الله. كان معكم مصر رحمة العبد من قناة دوري استعلمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.